شروط الدخول إلى هذا الملكوت هو الولادة الجديدة الولادة من روح الرب مثل ما اسمعنا عن نيقديموس قال له يسوع الحق الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت السموات ثم أحباء الكتاب المقدس بعلمنا قال يسوع اطلبوا ملكوت الله وبره فإحنا المفروض دايما نطلب هذا الملكوت في حياتنا وهذا البر اتكلم عنه المسيح إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات فهذا مهم جدا عن طريق الطاعة وعن طريق المحبة طبعا بيتكلم هون لرعاية الملكوت وإحنا لازم نيجي إلى المسيح بإيمان الأطفال قال يسوع الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات ونأتي أحبائي بقلب صادق ونية طاهرة تحب الرب إلهك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك ثم تحب قريبك كنفسك وتحب أيضا عدوك هذا هو الملكوت الجديد هذا الملكوت اللي بيبتدي مثل معلم يسوع بالأمثال بيبتدي بزر صغيرة وبتتحول إلى الشجرة كبيرة بتمتد وكل طيور السماء تتآوى فهذا الملكوت ابتدأ بتتويج المسيح وعن بينمو وعن بيتكاثر وعن بيصل إلى كل المسكونة إلى كل العالم كما قال يسوع ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى ابتدأ من أيام المسيح يستمر في هذه الأيام وإلى مجيء المسيح ثانية هذه خدمة أولاد الرب ورعاية الملكوت ترجمة نانسي قنقر